استدعت إسرائيل سفيريها في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات طارئة بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين واعتبر وزير الخارية الإسرائيلية ندابل وأسلو اتخذتا خطوات متسرعة وسيكون لها عواقب وخيمة هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتبارا من الثامن والعشرين من مايو الجاري اشتركوا في القناة